عايز اقول لكم قرار قد يراه البعض ايجابيا وقد يراه البعض سلبيا ولكنه قرار اعتقد انه هو الايجابية بتاعته انه يتفاعل مع الاحداث الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قررت اعادة قناتي الاهلي والزمالك لادارة الناديين بوسة كبيرة وتفضل القنوات بتاعتك اهي البيان الذي اصدرته الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بيؤكد ان هذا القرار تم اتخاذه بالاجماع في مجلس ادارة الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية وده اجتماع مشترك مع مجلس ادارة الشركات التابعة التي تقوم بتحمل كفة تكاليف تشغيل قنوات الاهلي والزمالك وحصلت دراسة على هذا الموضوع في ضوء التراشق اللي احنا عمالين نشوفه بين الناديين والسوشال ميديا وغيره في اليومين الماضيين فالشركة قررت قالت لهم اتفضلوا ان احنا هنرجع لكم او قنوات بتاعتكم لادارتها وفقا للاليات القانونية اللي بيتم اعدادها والاتفاق عليها مع الناديين او من يمثلهما بعد ازلوكم من اللي حيمثل لحدوتها دي وبالتالي وفقا لاحقام القانون تدور او تقول وتتحول ادارة وتشغيل القناتين للنادي تفضل يا فندم اهو او من يمثلهم في هذا الشأن بشكل كامل كلمة شكل كامل يعني انت المسؤول عن قنواتك تفضل كل اللي كانت تهتمي به الشركة المتحدة هو ان جمهور رياضة كرة القدم بيمثل بالنسبة لها الاولوية والاحتمام الاول للشركة المتحدة وتؤكد الشركة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والاندياة المصرية والجمهور المصرية وعلى خطاب اعلامي ينبذ كل اشكال الفتنة وينبذ كل اشكال التعصب وكل سلوك يبتعد عن اخلاقيات الرياضة عايزين القنوات بتاعتكو تفضلوها شكرا جزيلا احنا مستمرين في الشركة المتحدة على مبدأنا ونعيد مرة اخرى هذه القنوات للانديا بتاعتها